الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة الأفاضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في سلسلة الدفاع عن الإسلام نجاوب فيها إن شاء الله تعالى على شبهات أعداء الإسلام من المتصوفة والشيعة الرافضة والعلمانين اللبراليين والإخوان المسلمين وغيرهم من الأحزاب التي تحارب الدين ليلا ونهارا شبهة يأتي بها الصوفية في موضوع التوسل وأول نقطة قبل ما نطرح الشبهة الصوفية بيدعو غير الله سبحانه وتعالى ويستغيث بغيره من الأموات والأولياء المزعومين عندهم وكل هذا شرك بالله كما قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وكما قال تعالى والذين ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى الله سبحانه وتعالى دعاء غيره من الأموات والغائبين سمه شركا فالصوفية يعني جوز الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى بيقول لك يا أخي ده ما شرك يقول لك ده توسل يعني زون تلقى صوفي واقف بيدعو في الميت في القبر يدعو في شيخ ويقولها شيخ فلان تديني الجنة وتنزل لي المطر وتديني الرزق وتديني الشغل وتنجح لي أولادي في القبر والزول مين يدعوه لو سألت وقول لك ده توسل والتوسل جائز لأنه عمر بن الخطاب توسل بالعباس عمر رسول عليه الصلاة والسلام ودي الشبهة قدر نجاوب عليه الليلة توسل عمر بدعاء العباس ابن عبد المطالب رضي الله عنه أول نقطة فرق بين انك تدعو غير الله سبحانه وتعالى فرق بين انك تتوسل تدعو غير الله زي شنو زي اللي بيعملوا الصوفية والشيعة الرافض الليلة دعاء غير الله واحد يقول يا شيخ فلان تديني الجنة يا شيخ فلان تنزل لي المطر دعاء غير الله والذي يدعو غير الله عز وجل كافر من الكافرين قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أما التوسل في الشرع التوسل المشروع ثلاثة أنواع إنك النوع الأول تتوسل إلى الله بعملك انت صالح بعملك انت صالح وأدلة كثير منها قصة أصحاب الغار الثلاثة التي حكاها النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا الغار وجاءت سخرة قفلت عليهم باب الغار فواحد فيهم قال إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم هذا الشاهد فالأول قال من توسل الله بعمل صالح والثاني والثالث فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون النوع الثاني من التوسل المشروع تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون النوع الثالث من التوسل المشروع توسل بدعاء الرجل الذي تحسب فيه الصلاح بشرط أن يكون حيا وحاضرا تقول يا فلان أدعو لي معاك ربنا يا فلان أدعو لي معاك ربنا ما فيها شيء صاح الإنسان ما بكتر من هذا لكنه أصلا ما فيها شيء يعني لو طلبت من أخوك الدعاء وده الفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشبهة بجباء الصوفية اللي هو حديث وقصة توسل عمر بدعاء العباس وهي في صحيح البخاري برقم ألف عشرة في صحيح البخاري عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا اللهم إننا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا وطلب من العباس أن يقوم فالصوفية قالوا ده دعاء غير الله شرك لا لا دم ما هي إنما ما في شرك إنما غاية ما في الحديث أو القصة إن عمر بن الخطاب توسل بدعاء العباس إلى الله وقال للعباس قوم أدعو والذي ينصف هذه الشبهة الشبهة الصوفية من أساسها ما رواه الزبير بن بكار في الأنساب ونقل ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذه القصة من صحيح البخاري قصة توسل عمر بالعباس رغم ألف وعشر من صحيح البخاري فلما عمر قال الكلام ده العباس بن عبد المطالب قام ورفع يديه إلى الله وقال اللهم لم ينزل بلاء لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توسل بي هؤلاء القوم إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما دعا ونزل المطر يبقى عمر بن الخطاب لما قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا يعني بدعاء عم نبينا بدليل أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطالب رضي الله عنه قام دعا فيهم كلام عمر فقام دعا ففيهم إنه ونتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا وإلا لما دع العباس ثانيا عمر بن الخطاب ليه ترك التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ليه ترك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما كان يفعل من نوع التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام إن قطع بعد موته عليه الصلاة والسلام اللي هو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك كان يتوسل به عمر بدعاء الرسول والآن يتوسل بدعاء العباس لأنه لو كان يتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام العظيم عند الله عز وجل ما كان تركه وذهب ليتوسل بجاه العباس لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عند الله من جاه العباس ومن جاه جميع الناس فلما ترك عمر ذلك دل على أن التوسل الذي كان بالرسول كان بدعاء الرسول لأن التوسل بدعاء الرسول غير ممكن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عمر بصيغة الماضي كنا نتوسع إليك بالنبي عليه الصلاة والسلام فتسقنا كنا كنا لأنه الآن دم متعزر الآن في الحاضر ويكفي أن العباس قام دعوة الموضوع انتهى فدرد على هذه الشبهة اللي بيجيبها الصوفية ولاحظوا أن القصة دي ما فيها أن العباس دعا غير الله ولا في عمر بن الخطاب دعا العباس ولا فيها أحد دعا غير الله عز وجل حتى الرسول ما دعوه من دون الله الصوفية بيجيبوا الشبهة دي أشان يجوز بها دعاء غير الله شوف دي 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 كمان مسألة بعيدة جدا ودي هم نقطة في الحلقة دي بيجيبوا القصة دي أشان يجوزوا بها شنو الآن الصوفي يقف يقول يا البرعي البرعي مات ليه وأكثر من عشر سنة مثلا يا البرعي تنجدنا وتبزعنا والبرعي لو كان بينجده بيبزع ما كان مات زي الآن الشيخ اللي ياقود دعا الصوفية الجماعة من شلو قالوا بيعالجه من دون الله عز وجل وربنا يقول وإذا مريدته فهو يشفين يعني الله عز وجل وهو قاعد وين في الوردن ولا وين عشرين يوم عيان هو ذات عيان وازلك طيب أظنه طفش مشى ليه أسبانيا والأوروبة لأنه عيان وقالوا هو البيشفي وهو لما نمرض مشي أسبانيا والجيلي طابت عبد المحمود الماد بيه عنده حاجة في بطنه موية ولا حاجة كده ما عارفه برضه وده تايلاند تغريبا تايلاند أشاند عالج كايش في العلاج والناس يقول لك الشيفة ما عند الله عنده فلان من شيخ الصوفية يا ناس ما تعقلوا يا ناس ما توعوا والشيرق ده هو المغتس حجر البلد يا جماعة إذا كان الحجر الأسود النبي عليه الصلاة والسلام قال كان أشد بياضا من اللبن وفي رواية أشد بياضا من الثلج ونزل من الجنة قال سودته خطايا أهل الشرك فكيف السودان بتاعكم ده ما يتلخبت ويجوط ويومي مظاهرات والشيوعين طالعين ببيانات غدا مليونية تأييد السورة بعد غد مليونية نسفة السورة بعد ثالث يوم مليونية تصحيح مسار السورة ضيعوا البلد وضيعوا البلاد والعباد وجهجه الدنيا كلها فالناس المرمطة العيشة فيها دي بسبب الشرك يا جماعة احنا ما بنقول كل الناس كفار لا والله أبدا ولا بنكفر الناس ولا بنقول الناس مشركين كلهم لا أبدا إنما بنقول في شرك موجود في البلد في شرك والبغالتنا يشوف القوبة بدي ولا يحتاج يتلفت أي مكان فيه قوبة القوبة بدي ليه ليه نشر الشرك في الأرض ودعاء غير الله سبحانه وتعالى ولما تدعوهم إلى التوحيد ما دار منهم قروش النازل ولا دار منهم جنيه ولا دار منهم جاه ولا دار منهم منصب ولا دار نخش معهم في السياسة دارين النازل ترجع إلى الله الذي ما خلقهم إلا لعبادته وتوحيده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم